يبقى الإنسان لا يصيبه شيء إلا وهو مقدر عند الله وإلا حاصل نشوف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بيكلمنا عن الإنسان وهو يتكلم إن الإنسان ينادي الله سبحانه وتعالى إن عبدك وابن عبدك وابن أمتك إيه؟ ناصيتي بيدك ماضٍ في حكمه عدلٌ في قضاءك يعني إيه؟ يعني هو بيقول لمولاه إن هو ناصيته بيد الله وعدلٌ فيه قضاء الله سبحانه وتعالى يبقى إيه اللي حاصل؟ يبقى المسألة بسيطة خالص يبقى إحنا ماشيين بهذا الأمر وإحنا بنرضى بقضاء الله وعشان كده حضرت النبي قال لنا وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس يبقى وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وعشان كده إحنا ماشيين بهذا الرضا مع الله سبحانه وتعالى ولذلك إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وأن الله سبحانه وتعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخت يبقى المصرين عايزين تكون معتدل تكون متزن ولذلك لم أرى شيئا في حياتي يساعد الإنسان على التزان مثل الرضا يبقى إيه اللي حاصل يبقى المصرين عايزين يعلمونا إيه من كل هذا الجمع لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى المصرين عايزين يجمعوا الرضا عايزين يقول لك إن الأقدار الله سبحانه وتعالى كتبها ولذلك إحنا بنسمي القضاء والقدر إيه بنسميه كتاب ألطاف الله كتب بمداد من مدد الله سبحانه وتعالى يبقى إيه اللي حاصل يبقى كتاب ألطاف يبقى القضاء والقدر ده كتاب ألطاف يبقى إيه اللي حاصل يبقى تعالوا الردد مع بعض الحكمة دي من علامات صدق الحب أن تتيقن أن القدر كتب بمداد الحب فهو سجل إمداد الله لإسعادك يبقى الله سبحانه وتعالى كتب هذه الأقدار لإسعادك يبقى أنت لابد أن أنت تفهم ده يبقى المكتوب على الجبين اللي ربنا كتبوا عليك وجعلوا ملازم لحياتك اللي حاصل لازم تشوف العين لازم تشوف جماله ولذلك لو رأيت الله سبحانه وتعالى سترى أن ما في حياتك سيكون جميلا يبقى المصرين عايزين يعلمون معنا إحنا في أمس الحاجة اللي دلوقتي